السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم شيوات حبيب الغاوي كنتمنى تكونوا بي خير وعلى خير اليوم ان شاء الله البنات غادي نشارك معاكم هات نيسلي كراميل في البيت بوحد طريقة ليه رائع بالساف اقتصادية يعني بخمسة ديال درهم غادي نحضروا اكتر من علبة ديال نيسلي كراميل اللي كان شريه بخمسة وعشرين درهم صراحة واحد صوصلية خطيرة ولديدها بساف المهمة البنات هنا عندي كأس عنباء ديال السكر سانيدة اللي غادي ندوبها يعني ما نضيف لها حتى شي حاجة فقط كنوضعها في المقلت ومرة مرة كنحركها ونا هنا يدرت العافيرة ناقصة ممكنكم تديرها متوسطة ولكن تقابلوا السكر ديالكم باش ما يتحركش لكم بني سبب هذه الصوصة دا فلا كيجيش فيها دخل حار ديال السكر فكتجي فيها النسمة ديال الكراميل صراحة كتجي ممتازة بساف كنتمنى البنات انكم تجربوها بالفعل كتستحق التجربة المهم هنا غادي نستمر حتى يدو بليات السكر هذا هنا كنتطلبش دائما نحرك السكر ونخليه واحد شوي على ما كيدو هنا حتى كنتأكد بلي راس سكر كاملو راداب ما كنخليش كيغلال مناطرة العافية منقوصة بززاف يعني فقط السكر راداب ما يتحركش غاضي نضيف واحد جوج علب ديال ديسير كراميل صراحة هاد طريقة هدي روعة روعة يعني احسن من اي نيس لي غادي تجربوه او نيس لي كراميل غادي تجربوه في البيت بها الطريقة هدي كيكون احسن والد وانجاح وصفة يعني جربتها في نيس لي كامل اللي جربت المهمة البنات غادي نستمر هنا كيف كتشوفوا معي راه هداك السكر كعود كيتجمع وكيتحجر كنبقى عليه وانا كنكرت هداك شي اللي كيكون في المقلات يعني اللي كيتلصق باش ما يضيعش لي هاد نيس لي ديالي ملي كيبرد باش كنحيدو كنبقى كندوب في شوية بشوية نايا البنات كتشوفوا معي العافيارة ناقصة يلا جدت عليها واحد شوية باش كندوب ذاك السكر وفي نفس الوقت ما كيتلاش كيغلارة كتشوفوا معي عني العافيارة مشعولة ولكن ذاك السكر فقط كيدوب ذاك العافيار اللي ناقصة هو كياخد شوية ديالوقت ولكن تصبروا معاه باش كتتحصلوا على واحد النتيجة اللي هي روعة كتحركوا كتميكوا عليه كتديروا شي حاجة واحد اخرى وكترجعوا على التاني هنا يدرت واحد تقريبا تمانياد القيطاع ديالشوكولات هادرت تمانياد القيطاع ديالشوكولات وغادي نحركهم مزيان حتى كيدوبوا تماما يعني ما كنضيف لها ان شاء الله زبدالة حتى حاجة يعني بها ثلاثة ديال مكونات كنحضروا واحد صوص او صلصة الكراميل اللي هي خطيرة جدا زي ما صراحة والله الالديدة وكتستحق تجربة حتى انتم والبنات كنتمنى انكم تحطوا لي اعجاب في الفيديو باش يكبر ويطلع في المشاهدة ان شاء الله المهم اهنا يكن استمر وانا كنشوف باللي ذاك السكار كامل راتداب كنحاول نجمع ذاك شي اللي كيكون في الجوانيب صافي هادوا نيس اللي ديالي من اللي كنحركوا بحلكة كيبانو ليا ذاكو الفقاعات يعني في القاع ديال المقلات او اللا الإناء فاش غادي الدوبو نيس اللي ديالكو صافي هادا هو القوام ديالو مازال غادي نضيف واحد تقريبا ثلاثة دلمعالق ديال الحليب او جوج معالق يعني لحسب بغيتو يجيكم يعني خفيف اكتر راكت ديرو الحليب انا كنفضل باش كان ديرو عاقد يعني باش مليين بغي نستعملو هادا كلي شفتو معايا را بارت و تلاجة ويلا بغيتو نستعملو كننهزو كنخفو غير بواحد لمعالقا ديال الحليب كنرجعو كندفي ونضيف لي واحد معالقا ديال الحليب فقط باش كيولي ليا واحد صوص ليا تقيلة صافي هنيا تنيس اللي كراميل ديالي راوجد هدوه اه الشكل ديالو هنيا غادي ناخدو غادي نصفيه باش اللي كان حتى شي سكر يعني تكتلية ارا كنزولو بهتصفي هادا وكيبقى عندي واحد صوص لي هي اه ملساء ورائعة بزاف هدوه الشكل ديالها لبنات اه صراحة كنتم نيعجبكم الفيديو و تشاركو مع الاصدقاء والاحباب بالفعل واحد لصوص لي خطيرة بزاف يعني النيس اللي كراميل را تقدرو انكم تديرو في الحلويات كتعليكة اللي استعملتو البارح فتعلي كراء ودوه اه الشكل ديالو استعملتو هو اه سخون دابرة بارد يعني وشد فراسو والمهم ممكن انكم تعمرو به الكيك تزينو به الاطباق ديركم يعني اي حاجة درتوها را كتحتفظو بهاد لصوص هدا وكتستعملو كيف ما بغيتو لكم الاختيار كنتمنى البنات يعجبكم الفيديو ديال اليوم و تشاركو الوصفة مع الاصدقاء والاحباب و بدوركم ما تبخلش علينا باعجاب للفيديو وشي تعليق محافيز و شكرا بزاف على المتابعة و الى فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة